يرأس وزير الخارجية سامح شكر اليوم وفد مصر في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يعقد على مدار يومين وتعقد هذه الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الأثيوبية أديس بابا تمهيدا لانعقاد قمة الاتحاد الإفريقي حيث تبحث عددا من الموضوعات والقضايا التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية من أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي ولأجهزته وتسريع مصار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية فضلا عن الوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من نظرائه الأفارقة للتباحث حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وقضايا القارة